صباح الخير عليكو أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال وبرنامج حكاة ولاد البلد صباح الجمال عليكو يا رب صباح جميل في يوم أجمل وهو يوم عيد الأم عيد الأسرة المصرية صباح الخير يا شايباء صباح الخير يا اسمي الحمد لله وحشتونا من الأسبوع اللي فات عايزين نبدأ بكورونا كورونا اللي شغلة مصر كلها شغلة العالم كله اللي عملنا زهر ورعب في البيت كورونا يا شايباء صباح الخير الأول عاستياد المشاهدين وأهلا بيكم من حلقات حكاية ولاد البلد ويربكم حلقة فات تعجبتهم إن شاء الله كورونا يا اسمي قفلت باب المساجد كورونا قفلت بباني المولاد بباني الأسواق بباني المدارس إلا باب الدعوات ونعمة بالله ما قد منه شغل إن إحنا نقول يا رب يا رب الدعاء يرفع البلاء كورونا بلاء من عند ربنا ومرض وفيروس نقدر نحصره في النظافة يعني نقدر إن إحنا نستمع لكل ما يقال من وزارة الصحة العالمية بالنسبة لنا إن ما نستمعش للشائعات الكتيرة والتوتر والقلق والجشع التجار والأسواق اللي بقى فيها انكرات تام للسلع يا ريت نستمع نستمع لإيه؟ لنصيحة نغسل إيدينا إحنا بنتوضى خمس فروض إن شاء الله بإذن الله إن أضافة شخصية نطهر بباني القود بباني اللي بنستخدمها الأسطح الخارجية ناخد على قدنا في ناس غلابة يا جماعة بتنزل تشتري قوت يومها بيوم لما أنا أاخد كل اللي موجود في السوق طب الناس دي هتشتري إيه؟ طيب إحنا النهاردة مليون تلاجتنا طب يا جماعة طب ما نملى تلاجتنا على قد استطاعتنا ليه نكلف نفسينا أكتر من وسعة المحلات فيه قرار بإغلاقها الساعة سبعة ليه بنتطول ونقول لأ ده أكل عشنا وده أطنبا ده هو بيحصر لك المرض بتاعك هو يا شيماء مش عايزك تتضر هو عايزك يعني على قد ما تقدر بيحصرك في مكان معين تعارف يا اسماء أكتر حاجة دياني إيه؟ إن إحنا بدل ما نساعد بعضينا لأ بنستغل بعض بالزبط يعني أنا أروح أجيب الكمامة بدل ما كان ساعدت مسبق بـ 12 جنيه ويقولك لا ده بتحسب حساب خارجي بعيد عن الفي ده الاستغلال بقى اللي إحنا بنقول لا 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 للاستغلال إحنا ولاد البلد نساعد بعض طبعا المرض بيأثر أكتر الفيروس على الأطفال والكبار طب شبابنا ينزلوا وساعدوا الكبار لو جارك جنبك أو حد كبير روح اشتري له أنت طلباته المشكلة خبط على ناسك اسأل عليهم مش معنا ميكروب نزل إن الميكروب ده يصبنا إحنا داخليا مع إن عمل فينا ميزة جامدة جدا وهي إن إحنا تلمينا مع بعض جبنا أولادنا اللي ما كناش بنشوفهم إلا فترات متبعدة جبناهم يا شيماء وبتدينا نقعد مع بعض اللي وحشونا ابتدي السوشال ميديا أو التليفونات نبعدها شوية بقينا الزيارات نقرب من بعض آه ماشي بنقول لا للاختلاط ولكن لا للاختلاط ولكن نعم للقرب نعم لقرب المشاعر نعم لقربنا من بعض وحبنا لبعد ومساعدتنا في ظهر بعض اللي محتاج نمد الإيد ليه ولو بحاجة صغيرة طبعا بنشكر سادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصعد صدره وانه هو مستحمل ده رجال الشرطة والجيش اللي الناس كلها خايفة من مكروب وقاعدين في بيوتهم ولكن الشماء هما في الشارع حمين بلدنا مش خايفين من الخطر بيقولوا احنا في داك وفي دا مصر لان كلنا بنحب مصر مرض كورونا مش عايزينه يأثر علينا عايزينه يقوينا فترة وتنحصر الأمور وشمس ربنا ترجع احنا نقرب من ربنا اكتر يجايز يكون دا بلأ من عند ربنا ونعمة بالله وربنا منه هيرفع لنا هذا البلاء البلاء فيه أفعالنا البلاء في ان احنا فعلا مش قريبين من ربنا مش قريبين من بعض في الخير احنا حلوين قوي المصرين جدعين جدا النهاردة حلقة عن عيد الأم وطبعا الأم يعني المدرسة والحضن اللي بيدم الأم الكبيرة اللي ميحتويانا كل سنة وهي طيبة وهي أمنا الكبيرة كل سنة طيبة من تي أمه وجد برضه لا مصر مصر دي أمنا اللي بحقه حقيقي هي اللي محتوية كلنا شايلها أمنا واجعنا واجعينها وتعبناها وعشان كده بنقولها كل سنة وانت طيبة يا مصر فاصلوا هنرجع لكم بحلقة عيد الأم سنونة ترجمة نانسي قنقر